إذن مشاهدين في ملفنا الثالث لهذه الليلة مصادر سياسية في تل أبيب تتحدث أن المباحثات التي يجريها قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا مع المسؤولين الإسرائيليين التي ستستمر طبعا في الاجتماعات المعدة لوزير الحرب يؤف جالنت في البنتاجون والبيت الأبيض الأربعاء ترمي لإقناع دولة الاحتلال أن تكون الضربات باتجاه إيران محدودة بغرض مساعدة طهران على استيعابها والامتناع عن الرد عليها بهجوم ربما آخر وأعنف على إسرائيل المصادر هذه تتحدث أن رئيس وزراء الاحتلال بن يامين نتنياهو منزعج من دعوة جالنت إلى واشنطن ويمتنع حتى الآن عن المصادقة عليها للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الملف وفهمه أكثر ينضم إلينا عبر سكايب السيد فؤاد خشيش الباحث في العلاقات الدولية من بيروت مرحبا بكم سيد فؤاد معنا إلى أي مدى تراقبون حتى الآن إمكانية الرد الإسرائيلي على طهران خاصة بعد الرد الإيراني الأخير وأيضا كيف يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي خاصة في ظل المعطيات التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة لا تمانع لكن أن يكون ردا محدودا الآن الإسرائيلي لا زال يعني يهدد وبالتالي هو حدد مجموعة من الأهداف التي سيطلها وبالأساس يهدد أنه في عملية لضرب الملف النووي الإيراني أولاد المتحدة الأمريكية لا تريد أن تذهب الأمور إلى هذه الحد لكن واضح أن بنيمين نتنياهو يتحرك بدون ضوابط تحولها المتحدة الأمريكية أن يكون في حال كان ردا إسرائيليا بأن لا يطلع المناطق النووية بل أهداف عسكرية قد ترد إيران بالحد الأدنى أو قد لا ترد لكن الواضح أن إيران أيضا كان ردا حاسما ألا وهو أن إيران حددت مجموعة من الأهداف التي ستطلع وهي أهداف حيوية إذن نحن في أمام عملية كما يقال على حد السكين عملية تهديد مباشرة من الطرفين واضح البلد المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون ضربة إلى أمريكية حيث أن هناك مفاوضات تجري مع إيران الوضع هو بالأساس وضع متدهرج يعني أفاق هذا حتى الآن ليس هناك من أفاق لا أعتبر أن بنيمين نتنياهو مصر على توسيع المعركة وبالتالي في حال كما بعملية ضرب لأي طالت المركز النووي أنا برأيه سيجر بلد المتحدة الأمريكية إلى المعركة هو عمليا منذ الهجوم على لبنان وبالتالي غزة هو بعملية استهدافه للمدنيين التي لا توافق عليها إلى حد ما بلد المتحدة الأمريكية يريد أن يكون هناك ردا إيرانيا أو من المقاومة في لبنان على أهداف مدنية وبالتالي ما يسجلوا معه والتعاطف يعني هو يسير أنا برأيه بلا ضوبتي جر العالم إلى حرب إقليمية لا تحمد عقبها بهذا المعنى أنا برأيه الإيرانيون جاهزون للرد وحتى الآن يعني عملية عدم استبعاد جالانت حتى الآن في البلد المتحدة الأمريكية لأنه أنا أقول البلد المتحدة الأمريكية لا تريد أن تجر المنطقة إلى هذا الحد هناك حالة صنع الساعات المقبلة اللي ستقول الأمور على اعتبار أنه أصبحت الأمور بلا ضوابط وهي خارج كافة الأطور طيب في حال هل من الممكن فعلا استهداف المحطات النووية في إيران وما هو حتى الآن الموقف الأمريكي من هذه الفكرة أنا برأيه فكرة خطيرة جرنمية يعني البلد المتحدة الأمريكية أنا كبيرا ترجمة نانسي قنقر